وبركاته واضح كده ان احنا مش هنخلص من مشاكل البطولة اللي زي الزفت دي المؤرفة واللي عملت ازمة لشعوب العربية حبيبنا وتظلمنا كتير في البطولة دي من اقامة لعيبة في الفنادق اللعيبة على فكرة بتتعزف الفنادق يا جماعة اقامة سيئة جدا وانا رحت افريقيا بس ما كانش فيه التحدي ده رحت مع نادي المقاولين ومنتخبات اللي انا اللعبت فيها في مصر روحنا كتير لفنا بلاد افريقيا كلها كنا بديلعب ماتش ونرجع لكن المنتخباتنا الجزائر وتونس ومصر والمغرب قاعدين اقامات كبيرة قاعد وقت كبير فالاقامة سيئة اللاعب الرياضي ده عايز تركيزه هو الاتصال ما بين الفكر وما بين العضلات والجسم والجري وازاي يتفوق على الخصم عايز ينام كويس عايز اكلها كويسة عايز التحرقات شفنا لعبة الجزائر مش عارفين رواح الفندق جابلهم مقربصات وحاجة قلة ادب يعني زي زفت بصراحة شفنا مبارح ماتش المغرب ومصر وهارد لك للشعب المغربي ومبروك للشعب المصري هي كرة كده لكن البطولة ما فيهاش حاجة عجلة يعني المفروض ان احنا شفنا قابليها بايام كاس العرب اللي كان في قطر شفنا اجواء جميلة شفنا المناسلين في القنوات بتروح وتعبر وتتكلم وفيه اماكن حلوة وكان فيها كده يعني عشنا وقت جميل في البطولة دي شفنا اتفاجئنا ما كناش يعني في الزمن اللي احنا فيه زمن التطور ده خصوصا ان رئيس الاتحاد الكاميروني اللي هو منظم البطولة اين بتنظيم البطولة هو المسؤول الاول والاخير عن ما يحدث داخل البطولة وشفنا الجمهور اللي توفى وماتوا من دخول لا احنا شفنا الملاعب متكدسة ولا زحم ولا حاجة زي جمهور يموت يبقى انتو اللي موتوهم بسوق التنظيم السيء اه ورئيس الاتحاد راجل بتاع كورة واللعب في اعلى المستويات اتو الواحد كان بيحب والله للأسف يعني من افعالك ومن اعمالك الواحد ما بقاش حبك يعني اه كنت بحبه جدا اتو وكان في برشلونة وكل الاندال اللعب فيها الواحد كان بيحبه لكن للأسف من سوق التنظيم والعذاب للمنتخبات العربية شافته على قديم الجزائر وتونس والمغرب شفت طبعا الملعب اللي بلعب عليك الجزائر جماعة احنا لعبنا كورة الكورة كانت بتتباصة بالعافية بالعافية طب الافاركة لا الافاركة مولودين في الحتة دي حتى لو هو احترف في اوروبا خمس ست سنين انما حياته كلها بيلعب في الملعب دي فمتعود عليها الناس بمبارح بدل ما تشوف بعد الصفارة الصلاح لما جري صلاح ايه ثواني فرح ثواني مبروك وبتاع وراح ثواني بالزبط مش اقولك بعد ربع ساعة افتقر لا ده بعد ثواني بسيطة الحاكم صفر صراح بارك للناس صراح اول حاجة يفكر فيها جري على المغرب منتخب المغرب وشاف اشرف حكيمي اللاعب احسن اللاعب في العالم ناحية الباكة اليمين راح له وخده في حضنه كده وطبطب عليه ايه الجمال ده ايه الصورة الحلوة دي ايه الروح ده ده اللي بفروض نتكلم عليه الاخوة بقى اللي عملين يصدروا فيديوهات اصل منتخب مصر في 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 الطرقة او 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 الدخلة بتاعت غرفة اتخاني وزعاوة طب ما ده طب ايه في كل الماتشاط كل الماتشاط انت عارفين الطرقة دي اللي احنا بنمشي فيها واحنا لعيبة الترقة كده الترقة بتبقى كده بالزبط يعني انت ماشي لازم توسع الواحد عشان اللي هو جاي عكس ده فاللعيبة بتندفع حداشر اللاعب والاحتياطي والجهاز الفني كل كل منتخب مصر فيه اكتر من تلاتين واحد جهاز فني ودكاترا واحتياطي واساسيين والنحية التانية للمغرب برضه طبيعيا ما هنجي ندفع لزوء بعض انت لو مش عارفين نحوش عن بعض في كل العالم في كل العالم كده عملوا منها موضوع والتحاد الافريكي هيوقف لعيبة من مصر ورئيس الاتحاد المغربي بيقولك ان ان الحارس ضربوا بالقلم طب انت ايه اللي منزلك في الحتة دي رئيس الاتحاد المغربي حتى لو الكلمة دي حقيقة انا يعني ما صدقهاش ابدا ان الحارس الرابع ان 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 ضرب رئيس الاتحاد المغربي بالقلم انا ما صدقهاش ولو حصلت ايه اللي منزلك انت الطرقة دي بتاعت اللاعبة بيخشوا يغيروا هدومهم وينزلوا على الملعب رئيس الاتحاد المغربي اللي جابك في الحتة دي اولا لا ما صدقش طبعا ان يحصل كده المغرب اخواتنا وبعد المباراة نفست شوفوا السوشيال ميديا كل زوج مصري متزوج لامرأة صالحة مغربية عاملين فيديو مع بعض لا مش هشجع مصر لا هشجع المغرب الفيديوهات كلها شفت اكتر من فيديو والله مش فيديو ولا تنين اكتر من فيديو ده مهم خفيف وبعد المطش مراته المغربية قالت له روح بقى روح نمع عن ضمك ما تجيش البيت هنا تاني الدم وخفيفة عايزين نبص للحاجات دي في ناس تشوف الفيديوهات دي تقول ده ده مصري متجوز مغربية طب ما تبص للابعد ما تبص للابعد مصري متجوز مغربية ما بنا دم ما بنا دم الولاد اللي هتطلع دول ولاد مغربيين مصريين يعني المصري اه مصري متجوز مغربية لكن الولاد اللي هيطلعوا من أولادهم هيطلعوا مغربه ومصريين هيبقى هو مغربي ومصري في نفس الوقت ولا يمكن هتقطع عنه الجنسية دي فيعني أعايزين نبص الموضوع كده بشكل أفضل يعني وأكيد الاندفاع في الطرقة الصغيرة دي هتخليها نخبط في بعض إذا كان في الملعب الملعب اللي هو مية متر في خمسين متر اللي عيبت الكرة بيدخلوا في بعض ويلتحموا مع بعض في الطرقة الصغيرة دي مش هيلتحموا هيلتحموا فالتحاد الأفريقي أنا متأكد والله هيعمل منها شغلانة لصالح الاتو وهتلاقي مثلا هنطلع كده بقرارات فيه وقف للعب سيبقى بشوف الحكام بيسيبوا الماتش ويخرجوا يدوا انزاراته وكروت للمدربين بالذات معانا احنا المغربة وتونس والجزائر ومصر يعملوا معانا احنا عايز أسيب الموضوع دي هرجع له تاني في كلام مهم جدا عايز أتكلم على منزل الجبير منزل الجبير مع احترام لي واضح انه طبعا شخص محترم ولكن مكسب كبير جدا ان تونس تاخد القرار قبل مباراة الفايصل مع مالي بخمسين يوم ويغيروا المدرب المدرب مش سيء ولكن منتخب تونس منتخب الجزائر منتخب مصر منتخب المغرب وراء جماهير غفيرة جماهير تونس والشعب التونسي الشعب المغربي الشعب الجزائري شعب المصري لا يريد الا الانتصار لانه متعودين في كل المجالات على الانتصار فالمدرب لازم يكون مدرب مهاجم بيعمل طرق هجومية فمنزل الجبير انا متابعه بقالي اكتر من خمستاشر مباراة ست ماتشات في تصفيات كاس العالم ومش عارف ست ماتشات في كاس العرب ودي هنا هو كمان خمس ماتشات يعني كتير جدا ماتشات اكتر من خمستاشر ماتش هو راجل بيحب الدفاع بيميل قوي للتراجع والدفاع عشان كده تلاقي المساكني ما بيلعبش كتير عم بيقعدوا احتياطي كتير قوي السليتي موهوب وبيخلق برضه مقعدوا احتياطي هو ما بيحبش اللعبة الموهوبة لانه اصلا ما بيحبش المهاجمين انه هو يعمل مهاجم ما بيحباش هو بيحب التراجع هو شاطر انه يقفل ويدافعه فما ينفعش للمنتخب التونسي والمصري والمغربي والجزاري الا المهاجمين عشان الشعب والجمهور ما يرضاش الا بالانتصار في الكورة للي الكورة هي اللي بتفرحنا يعني فالاخوة المغربة بعد المباراة انا طبعا عملت فيديو احنا متفقين ان بعد كل مطش بيبقى فيه حتة كده ايه يعني شوية بهارات بعملها بعد منطش على طول بيبقى الواحد منفعل وكده فاكيد انا فاكر بعد مصر ونيجيريا منتخب مصر ومنتخب نيجيريا لما تغلبنا اول مباراة الفيديو بتاعة ادخله كده على القناة انا هتشوف كتبت ايه مصر اتفشخت من نيجيريا بلغة الكورة اتفشخت من نيجيريا يعني نيجيريا عملت فينا كل حاجة هجوم من العمق وهجوم من برة وكذبتنا وهجمت علينا وبعد الهدف بقت عايزة تجيب اهدف كتيرة فانا كنت متدايق فبكتب عنوان مسلا يبقى بيدل ان احنا في ازمة ولازم نصلح من نفسنا بكتب بقول في الفيديو ان كرشة اخطاءه كذا كذا بتكلم على الحاجات السيئة فاكيد امبارح بعد المصر اكيد قلت الحاجات الاسباب الهزيمة للمغرب السيئة وشقرت فروح ورجالة منتخب مصر فمش عايز حد يزعل مني انا مع كل المنتخبات والله مع مصر مع مصر على طول اي مباراة مصر سيئة بقول ايه الارف ده عناوين بتبقى بتدل باختصار انت برضو بتدور على عنوان جملة واحدة بسيناريو الفيلم كله فعايز تعمله في جملة واحدة فاكيد انتو عارفيني واكيد الحب ما بيننا متبادل وما قصدش اي حاجة ومصر لو كانت هي اللي اتغلبت كنت هقول الله عليك يا مغرب مبروك يا مغرب ومصر غلطانة في كذا وكذا وكذا فمش عايز حد يزعل من الهزيمة الهزيمة هنقول الاسباب الهزيمة انما الفوز هنشكر ونقول اسباب الفوز وكل حاجة وشفته تونس ونجيريا لما تونس كذبت نجيريا احتفلنا ازاي وشفته المغرب لما صعده وكان عمال يكسب كنت باحتفل بسوفيان بوفال واشرف حكيمي ازاي وحطيت صورهم وقلت دولة نجوم فوق العادة اخر نقطة هتكلم فيها هي ابو جبل في المطشن بارح اولا انا اشكركم صحيح افتكرت اشكركم على ان انتو دخلتوا على القناة الجديدة القناة الجديدة دي انا فرحان بها جدا اعملها من ايام القناة اسمها من الاخر مع كابتن مصطفى صادق انا اشكركم ان انتو دخلتوا واشتركتوا وانا بدعوا حبيبي بقى كلهم لازم اللي يسمع الفيديو ده يروح يشترك في القناة هسيب لكم في الوصف وهسيب لكم في اول تعليق هسيبته لكم ادخلوا على القناة عشان ما زعلش منكم اكتبوا اشتركوا واكتب طلبك للفيديو القناة الجديدة دي كل طلباتك كل طلباتك من العيب اللي عجبك عايزنا اتكلم عنه المساوئ بتاعته المميزات بتاعته مساوئ المدرب المميزات المدرب الفرقة دي كذبت ليه اسباب الفوز اسباب الهزيمة هعمل كل حاجة هعمل كل حاجة وانا عارف ان فيه ناس طلبت مني الايام اللي فاتت دي حاجات كتيرة اعذروني بعد بطولة افريقيا على طول هيفاضل عليها ايام هنعمل بقى سلسلة فيديوهات كل طلباتك وتعليقاتك لو سمحت ادخل على القناة الجديدة اسمها من الاخر مع كابتن مصطفى صادق وهسيب لكم اللينك بتاعها في الوصف وفي التعليم عايز اخر نقطة اتكلم فيها او اهم نقطة ابو جبل ابو جبل في المطشبت امبارح فجئنا ان هو قاعد في الارض مسك العضلة الضمة قاعد في الارض والحكم واقف لعبه الدكتور نزل طالما انت قاعدت يا ابو جبل في الارض انت عندك اصابة فالدكتور نزل الدكتور لما شاف ان العضلة فيها قطع في الضمة فالدكتور شاور انه يغير فابو جبل يعني ما عرفش ما عرفش ليه بتعمل كده يا ابو جبل قالك مش طالع مش هطلع انت ما تلعبش في الشارع يا ابو جبل دي مسئولية كبيرة لعيب الكورة لازم قبل ما يلعب ويلبس تشارتي منتخب مصر يعرف المسئولية اه روح جميلة من ابو جبل روح حلوة جدا بس اي كرة كانت على الارض في اي زاوية ربنا سطر اتصاب تطلع بالعكس بالعكس ده انت ممكن تشاور انت للمدير الفن تقول له غيرني عشان متصاب ممكن تخش فيها ينزل صبح يقف سليم احسن وفي كرة القدم احنا ده ما نقول ايه لعيب مستوى خمسين في المية يلعب احسن من اللعيب مستوى مية في المية وعنده اصابة عنده اصابة لا تلعب ابو خمسين في المية لو لعبت ابو اصابة دي هتخسر هتلعب ناقص عشان مصاب وكمان اصابته هتزيد فاللي عمله ابو جبل لما مش طالع مش لأ لحتى انفعلت في الفيديو في الفيديو اللي تحليل مباراة قلت هو مش منتخب خلتك ده منتخب مصر مسئولية الدكتور شاف فيه واجب انك تتغير عشان ينزل صبحي بدل ما تيجع عليك كورة حارس المرمى هو خطوات حركات خطوات وفيه هنا تجينا لنقطة لازم ناخد بنا منها عصام الحضري كان حارس عظيم جدا ما شاء الله ولكن عصام الحضري في التدريب ملوش اي خبرات في التدريب خالص فخليت يدرب منتخب مصر اول ما يبطل لسه من شهور يمسك منتخب مصر دايما المدير الفني انا بقى لي 12 سنة مدير الفني اول سنة ليا في التدريب من 12 سنة مختلفة عند الوقت اول سنة ليا كنت مندفع كنت لسه بقى مندفع في التدريب فكنت متحمس شوية فكان التدريب بيبقى جديد فالنهاردة محمد الشناوي جات له اصابة في العضلة في العضلة جات له اصابة في العضلة اصابة عضلة دي يعني شغل تدريبي فيه اجهاد وبرضه امبارح محمد ابو جبل جات له اصابة في العضلة الضمة يبقى ده شغل تدريبي بأعصام الحضري هيبقى مدرب عظيم بس هو هل لما كان حارس عظيم حارس عظيم مرة واحدة ولا ابتدى في الناشئين وتمرن وبقى احتياطي وراح النادي الاهلي وبعد كده هي دي الكورة في التدريب كده كمان في التدريب ما تقولش همسك تدريب تروح ماسك منتخب ابتدي اتدرك في التدريب فهو للأسف اللعيبة اتصابت وواضح كلها اصابات عضلية ده سوق تدريب انا مش هظلم حد سوق تدريب ولما فكرت كده اه قلت الحضري في مدربين في مصر بقالهم عشر سنين وعشرين سنة في تدريب الحرص هم اللي كانوا يمسكوا المتخب ولما الحضري يمسك سنة مدرب في نادي وسنة كحرص مرمى ممكن تلات اربع سنين يمسك منتخب هي هتجيلك هتجيلك انت مستعجل ليه لكن واضح ان شناوي محمد شناوي وابو جبل اصاباتهم عضلية يبقى فيه خطأ في التدريب فيه حمل زيادة للتدريب وساعات المدرب الجديد اللي بينسى نفسه ما بيكونش مركز في الطايم في التوقيت فيه تدريب حمل لما تعمله دقيقة بيبقى تدريب تنشيط وممكن لو عملته دقتين يبقى فترة اعداد تحمل يتعبك المهم اخر حاجة لما اللاعب يزعى ويقول انا مش هطلع وبتاع ده سلوك المنتخب في التجمعات لازم الحضري يبقى مش مدرب ابو جبل بس لازم يبقى خوك كبير طب طبعا يقعد معاه يقول له ايه اغبالك ما تزعلش هتجيلك الفرصة وبتاع في يوم ما تحصل اصابة لابو جبل والحضر يكون محتضن اصلا ابو جبل يوم ما يطلع والحضر يبصوله بس كده بالمدرجات يقول له اطلع هيسمع كلامه عشان هيبقى فيه حب ما بينه وكمان المدير الفني لان انا شغلت اصلي مدير فني مدير فني الحمد لله مفيش نادي اروحه اشوف الحارس الرابع والله العظيم الحارس الرابع الحارس الرابع انا مش هستخدمه هيقف الحارس الاول في الموسم والتاني وممكن بنحتاج ايه فكنت بجيب الرابع واحنا واللعبوي بتسخن كده نديله قال له تعالى الحارس الرابع قال له تعالى اخبارك في حاج اعيزة لو عايز اي حاجة اقول لي هزعل منك لو محتاج اي حاجة اقول لي ايه الاخبار في حد بيديقك وجودك مع اخواتك كبارة الحراس في حد بيديقك اي حاجة اقول لي عارف الجملتين اللي انا قلتههم لدول عارف لما تيجي تحتاج له لما تيجي تحتاج له في مطش بعد زمن بعد اربع شهور لما تيجي تقول له اطلع انت مصاب هيقولك لانه هو هيحبك لانت قدرته قدرته فهو قدرك انا اكسم بالله ويشهد الحلفان ده انا مسكت اندية لما يجي لي عقود تانية واعتزر للنادي واسيب النادي ده وامشي الاقي الحارس الرابع الحارس الرابع انا مش مدرب حراس انا مدير فني فريق اول بس هو بيتمرن مع الحارس بتاعه بس انا تعاملي معاه الاقي الحارس الرابع بيعيط والله العظيم شفت مرة كنت سايب فرقة وهمشي هروح لفرقة تانية مسكها فبسلم على الفرقة طبعا لان ما بيننا اكل عيش يعني عيش وملح يعني ما بيننا فكذا عادت معهم سانة مثلا فكل يوم مع بعض فهودحهم يعني فلاقي الحارس الرابع بيعيط لاقي الحارس الرابع وانا بسلم عليه والله كذا قررت معايا في كذا نادي مسكته فلاقي بيعيط اقول لي يا ابني انت بتاعيط لي ده وانا كنت بلعبك انت ملعبتش وانا مطش يقولي لا يا كابتن انا كنت معاك حاسس انها لعب وانا معاك في الفرقة برغم ان انا حارس رابع بس كنت حاسس ان انا لعب كورة فالحمد لله فطولت عليكم اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة